دكتور أمال فاروق عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزأزي طيب إحنا كنا في الفاصل حتى بنتكلم على مسألة الثورات الصناعية المتعاقبة من الأولى وصولا للخامسة زي محاضر حتى كنت بتقولي وإنه في مرحلة من المراحل كانت الثورة الرابعة بتشتغل على تفوق الآلة الخامسة بتشتغل على إعادة التفوق للكئن البشري للإنسان بتعمل دمج ما بين في الارتفيشال انتليجنس الجديد في الثورة الخامسة مش هنعتمد بس على الروبوتكس والالكترونيك سيركت وإلى آخره لأ إحنا لازم نرجع العنصر البشري مرة تانية لأنه هو طبعا هو اللي عمل كل الكلام ده والمخر البشري هو اللي عمل لكل الكلام ده فإحنا لو رجعنا خطوة شوية لمثلا التلاتينات والاربعينات والخمسينات إلى آخره ليه جات فكرة الارتفيشال انتليجنس أصلا أو الاكسبرت سيستم النظم الخبيرة لأن احنا في الوقت ده فقدنا عقول بشرية كانت هامة جدا في الحروب العالمية اللي كانت موجودة والأوبئة وإلى آخره فبالتالي اتجه الإنسان إلى أنه يوثق معلوماته ويوثق ثقافاته في شكل الارتفيشال انتليجنس والاكسبرت سيستم وبعدين اكتشفنا أنه الحكاية دي كويسة جدا لأنها بتساعد بقى على نمو العلوم ودقة الصناعات وأماكن ما منقدرش نوصل لها زي مثلا أعمق البحار إلى آخره ممكن الريبوتكس تعمل الكلام ده فبالتالي اتجه كل التفكير في فترة من الفترات أنه ينعمل لبريسمنت للإنسان وده طبعا بعد فترة في الوقت الحالي اكتشفنا طبعا ليس صحيح لأن مازال الإنسان هو سيد الموقف هو اللي عامل كل ده فرجعنا بقى في الصورة الصناعية الخامسة أن احنا نرجع تاني دور الإنسان مع الريبوتكس بس هي الفكرة ازاي ندمجهم مع بعض ازاي نعمل ما بينهم وبين بعض تقالف ازاي نوزع الأدوار ازاي لأنه مع الوقت لو فضلنا في هذا الاتجاه أن كل ريبوتكس ريبوتكس هنوصل بقى لمشاكل اقتصادية تانية اللي هي بقى البطالة وأعداد كتير مش هنقدر يعني يبقى فيها خاصة البلاد اللي فيها مازالت تنمية اقتصادية فمازالت محتاجة برضو أن يبقى فيه ناس بتشتغل وناس ما تبقاش الدنيا فيها البطالة يعني طيب